معنا أستاذ عبدالله من بريطانيا، أستاذ عبدالله ده فضل؟ أستاذ عبدالله سمعنا؟ أهلا بحضرتك، فضل بالسؤال السلام عليكم، جزاكم الله خير على البرنامج هذا معي ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة يا شيخنا الأول أنه عملت عملية لأحد العينين وعملوا شاشة لأربعة وعشرين ساعة وعملوا لسقة فوق الشاشة، أخذت جزء من الجبهة وجزء من الخد فمساحت وصليت صلاتي هذه أم لا الشيء الثاني، أبعت الشاشة والنسقة وتربيت عادي، وكنت عامي براسي في القيام للسجود، للركوع والسجود في الجلوس لثلاثة أسابيع هل أريد هذه الصلاة أم لا؟ أستاذ عبدالله، خليك معنا عشان بس ننقل سؤال للشيخ حتى لا يختبر علينا الأمر مولانا، السؤال الأول عن الأخ عبدالله عمل عملية في عينه وجزء من وجهه والجبهة مغطة بالشاشة فهو مسح على وجهه أثناء الوضوء، فهل يجوز هذا الأمر أم لا؟ الوضع الصحيح أنه يمسح على الجزء الجريح فقط والجزء الصحيح يغسله، والقاعدة الشرية تقول غسل الصحيح ومسح الجريح غسله الصحيح ومسح الجريح، يعني فرضنا أن الإصابة عنده في الجهة دي في المنطقة دي ورابط عليها شاشة، الجهة دي غير مربوط عليها شاشة، ملاش علاقة بها يبقى هذه المنطقة الصحيحة تغسل، والجهة اللي فيها الجرح هذه تمسح عليها القاعدة تقولها عيد مرة ثالثة، غسله الصحيح ومسح الجريح وبعدين برضو، ولكن لا بد من أن يكون الرباط عندما تم رباطه يكون تم على طهارة تم على طهارة، وهذا يسمى العلماء المسح الجبيرة أو المسح على العضو المصاب سؤال الثاني للأخ عبد الله عن مسألة كيفية الصلاة بهذا الشكل يعني مسألة السجود والركوع وما إلى ذلك، يعني لو كان يصعب مثلا السجود أو شيء إذا طبيبه المختص، المعالج له ومشف على علاج أفاده بأن ركوعه وانحناءه وكذلك نزوله ساجد، سبحانه وتعالى، هذا يضر به بعصب العين أو يضر بالجرح فبالتالي الحديث الصحيح الذي أوصى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن حسين قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فصل متجعا، فإن لم تستطع فأومئ يؤمئ بعيني، وكذا النص القرآن يقول تعالى على العموم، فاتقوا الله ما استطعته فإذا طبيبه المعالج أفاده، والنص هنا أهل ذكر والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا طبيبه أفاده بأن ركوعه وسجوده يؤدي إلى زيادة الألم، يؤدي إلى تأخر البر يبقى عليه أن يصلي هو جالس ولا يركع ولا يزجد أما إذا كان لا يزيد الألم ولا يؤخر البر فيصلي على قدر ما استطيع إن شاء الله سبحانه يصلي تماما راكعا ساجده سوز عبدالله سؤالك الثالث، لو في أسئلة أخرى خبض الله سمعنا؟ هل تعيد الصلاة أبن الله تعيد؟ هل تعيد الصلاة؟ كيفية الصلاة هذه كيف كانت؟ الصلاة التي صليتها كما قال الشيخ هل أعيدها أم لا أعيدها؟ طيب مودانا هو صلى الصلاة كما تقول هل الصلاة السابقة هذه يعيدها أم لا؟ خلاص مدام صلى كما قلت بقى صلاة صحيحة يبقى في إعادة ليه؟ قلنا الوقت القاعدة بالنسبة للطهارة غسل الصحيح ومسل القريح إذا تم ذلك وكان ربط الربط على طهارة يبقى صلاة صحيحة لأن مشروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان فإذا توفى هذا الشرط يبقى صحة الصلاة الجانب الثاني متعلق بأداء الصلاة إذا طبيبه المختص أهل ذكر محل الثقة وأمانة في علمه ودينه أفادوا بأن صلاته في الركوع والسجود العادي تزيد من الألم وتؤخر بر يبقى يصلي قاعداً لا تزيد الألم ولا تؤخر بر يبقى يصلي تام كالصلاة العادي يركع وزب إن شاء الله سبحانه وتعالى صلى كما نقول هكذا بناء مشروط الطبيب والطبيب الأهل الذكر يبقى صلاة صحية لباء السبيل إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله جزاك الله خير محمد الله أخي عبد الله هل فيها سئلة أخرى ولا خلاص في الشؤال الأخير الشؤال الأخير جزاكم الله خيرا لبست الشراب لبست الشراب والخوف ومسيحت على الخوف وبعدين بدأ لي أن أبعد الخوف هل أستطيع أن أمسح على الشراب والسمر في الألمس أم لا جزاك الله خيراً السؤال الثالث مودانا للأخي عبد الله هو مسح على الخوف وبعد ذلك أثناء الصلاة يريد أن يصلي بالشراب وليس بالخوف فهل يجوز له أنه يمسح فقط ويصلي أم لا يفعل؟ هو الوقت للصلاة بالخوف أو مسح الخوفين أول شرط يلبسه على طهارة أثنين أن يكون الخوف ساتراً لمحل غسل الفرد من القدمين يعني المنطقة التي تغسل في القدم هي إلى الكعبين ورجلهم كانوا الكعبين هذه تكون مستورة بالخوفين إذا لبسوا على طهارة وسات المحل الغسل وبالتالي إذا كان مقيماً لو الحق أن يمسح عليه يوم بليلة إذا كان مسافراً يمسح عليه ثلاثة أم بلالية هيخلع الخوف وبالتالي يتوضى لأن الوقت هو لما مسح على الخوف كده بذلك اكتمل طهارته لو أنه نزع الخوف وهو كان لبسه على طهارة يصلي لكن لو انتقض وضوءه لكي يصلي لابد له من أن يتوضأ من جديد وبالتالي لا يصح له أن يخلع الخوف الذي هو تطهر عليه وهو يتوضأ للصلاة طب موضوعنا في هذه النقطة تحديداً لو شخصاً ما أصيب مثلاً لقدر الله في حادث ولم يكن طاهراً ثم استيقظ في المستشفى مثلاً ورجله جبست فالآن يمسح على هذه الجبيرة رغم أنه لم يكن متوضاً قبل ذلك ولماذا يفعل؟ الحديث صحيح يقول فيه الرسول عليه صلى الله عليه وسلم من يريد له به خيراً يفقه في الدين لو أنه المسلم منتبه لهذه الأمور ومنتبه لعبادته ومنتبه لتديونه لما يكون مثل هذه الصورة حتى لو أنه تم عمل الجبيرة وهو في أثناء الألم أو في غيبوبة يعطوه بنج بحيث لا يشعر وبعدين انتبه إذا دخلناه وقت الصلاة والنص يقول في النساء إن صادتها كانت عمنا كتاباً مقوتاً يبقى يشوف يطلب منهم تغيير الجبيرة بحيث أنه يتوضى ويمسح يتقام عمل الجبيرة له على طهارة وبالتالي بعد ذلك يمسح على هذه الجبيرة إن شاء الله تعالى القاعدة يغسل الصحيح ويمسح على الجريح لكن لو كان الأمر صعب يعني مثلاً عملية وشيء وأنه يغير الجبيرة ده أمر صعب جداً ماذا يفعل؟ خلاص أمر صعب فاتقوا الله ما استطعتم يعني عفواً القاعدة الشغية المشقة تقلب التسير المشقة تقلب التسير في صعوبة في مشقة لفي ضرر يبقى بالتالي ممكن يستدرك الأمر بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى